وجه رئيس شركة متعم مارك زاكربرغ إلى الكونغرس الأمريكي رسالة مفادها أن الضغط الذي مارسته إدارة بايدن على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للمجموعة لإزالة المحتوى المتعلق بكوفيد 19 عام 2021 كان قرار خاطئ حيث ذكر مؤسس فيسبوك بأن إدارة بايدن ضغطت بشكل متكرر لأشهر عدة عام 2021 على متا لفرض رقابة على بعض المحتويات المتعلقة بكوفيد 19 ومنها ما يرتبط بالفكاهة والتهكم وأضاف أن متا يجب أن لا تتنازل عن معاييرها المتعلقة بالمحتوى بسبب ضغوط من أي إدارة مهددا بالرد في حال تكرر هذا الموقف